طب أنا عايز أخذك يعني النهاردة عموماً بقى في قطاعات النشئين وفي الكرة المصرية يعني شفنا قرار بتاع 2003 أو 2006 ومسابقات النشئين إحنا النهاردة منتخب 2003 أو 2006 بيتجمع بالرغم كده بنشوف مسابقات النشئين بتتأجل لواحد أربعة وقريبة للإلغاء شاف الكرارات دي إزاي؟ لا لو تلغى هيبقى أسوأ قرار التاخل أسوأ قرار أما ليه؟ إنك إنت هتوعد حوالي 7-8 شهور مش هتلعب طب النشئين دول لما لعبت صغير وعدت 7 شهور أو 6 شهور أو 8 شهور ما لعبش ما خلاص بيبقى إنساء بقى إنما انت عامل بالعكس ذات دكتور محمود ساعد عامل قطاعات زي كتب أنا مسؤول عن 5 قطاعات يعني أنا مسؤول عن 5 قطاعات أنا مسؤول عن اسم عليا برسعيد السويس الشرقية سينا معانا 15 مدرب بيشتغلوا يعني معانا مجموعة هم اللي بيختاروا يعني أنا الانتخابات هم اللي بختاروا المنتخبات مين يصلح ومين لا يصلح بترشحهم بعد كده بترشحهم وإحنا بنجمحهم هم يقولوا في نادي أهلي فيه 3 لعيبة أنا بروح أشوف 3 لعيبة في نادي أهلي وقالهم كويسين أو بحشين في النادي الإسماعيلي نفس الحكاية فإن ده بتشوف اللعيبة فكابتن محمود جابر هو مختار اللعيبة دول مختار كتير عشان نشوفهم يعني الحال مسؤول عن ناطية السماعيلية والمصري وسيناء والشرقية التلاتة إسماعيلية سويس بورسعيد الشرقية سيناء عن كل منتخبات الناشئين كويس وبيتم التواصل مع دكتور محمود سعد ولا معكاته محمود جابر محمود لا لا محمود سعد هو الرئيس الأنمالي هو مدير فن الاتحاد كله فمحمود سعد بنديله ونجيب المدربين ونقول له اللعيبة كذا وكذا دول كويسين وبياخدهم اشتركوا في القناة